الحكم شافها غليلك اطفق نارك ولا اه شافها غليلي بس في دلوقتي سيادتك اهوال به الناس بعد ناس يعني في تيجي ببص سيادتك والواحد يقول ايه ايه ده ايه ده عم علي بيعملو ايه سيادتك اه بعد التعذيب والضرب وكل الاهنات ديت احنا متحسبناش من من شباب يعني الثورة اه ما 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 تمش حقنا من مصاب الثورة يعني ما حطوش اسمينا سيادتك فيها يعني احنا مظلومين في الموضوع ده طبعا الا ما كانش يعني الحكم ده صادر هو صالح المجتمع كله ولا صالح يعني ستة وعشرين اه سيادت السفير اه ستة وعشرين يناير خمسة وعشرين يناير ثورة خمسة وعشرين يناير ادوهم حقوقهم ويعني عملوا الكافيات اللي لازمة معهم. اما احنا سيادتك حقوقنا رايحة. يعني ما تحزب الناس. طب انا اتكلم في الجزء ده بس الحكم يعني شايفه اه يعني يرضيق ان الشخص اللي عزبك اللي احنا شايفين نشوف على حمزة يا جمان. اه سيادتك اه. يعني هنا على الاقل انت اللي كانت المشاهد واضحة جدا في انه علاء اللي بيقوم مع مجموعة من ميليشيات جماعة الاخوان. اه هما يجي يعني يجي اربعة ولا خمسة اللي كان بيربطوا اللي كان بيدربوا اللي كان تعذيب جوه داخل الاصر. لانه كان بيمكر هزي الاتهامات يعني. لا ده داخل الاصر وخرج الاصر. يعني كان في حريم بيتعذبوا جوه. والرجال بتعذب برا. الحريم جوه من داخل الاصر. من داخل الاصر سيادتك. مم. يعني اوال بيه فيه باب صغير. كان بيدخل الحريم وال 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 والشرطة لولا الشرطة وكانت حكزانة كانوا موتونة. يعني كان الف واحد كان بيضرب فيه. عند الانف ده مكسورة عند الاشعات عند. نحنا شايفين وشك في الاحداث. كدمات في صدري اه تمزقات في دراعاتي اللي كان بيشدوني. يعني اه سبق. زي اللي بيشدوا حبال يمين وشمال. مم. ودي على اسوار قصر الاتحادية. وانا كان عندي الكسر سيادتك مش من قصر الاتحادية كسر ده. لا الكسر ده كان واع من على سلال من العمورة بس كان فيه تأثير. وانا وريت سيادتك الكسر اله في الاشعات اه اه فدس بقى يدوس على رجليه. يعني هي فيها كسر سيادتك. وكانوا بيدوسوا برضو على رجليه. يعني كنت بميز من ناحيتهم اه ارفص برجليه. كان برضو بيديني يقول له على حمزة سيادتك بآآ ضرب. ومين اللي مديك ومين اللي معطيك هو. وكل الموضوع كله. كنت راح هتعاش في جسد السويد. اده كل الموضوع اللي حصل. انك ماشي بالصدفة يعني. بس كنت. محنا كنت نستعرض مع قصتك قبل كده. اه. فانا كنت بصور يعني. هو الغلطة بتاعتي اللي انا كنت بصورهم. الاحداث بتاعتهم. والموبايلات اللي كان كان معي جزء موبايلات خدوهم. هو هنا قاعد يقول لك مين بعتك ومصابق من يخلي في حد. هم مش عايزين اه جزء دليل ليهم اللي انا هم اتجننوا. اه. اللي لاقوا تسوير انا بصور. ازاي ده بيصورنا. بس على الاقل ده ده يشفي غليلك لما نلاقي انه. اه. هنا كنت اكيد لا تنسى صورة علاء. اللي كان بيقوم بتعزيبك. اه. شكله معروف يعني. اه. وبالتالي هنا ده يريحك. اه. هنا كنت في شرطة القدمية حضر الجلسة. كان برضو محطوط في القفص وكانه قدام. سيادة. ومش ناسي وقاء التعزيب والضرب والاعتداء. لا ده هو. ده مش هو كمان ده. اللي كانوا لابسين بدل معاه برضو. كان يعني قالك الشرطة مش هتحمى اصل التحدية. احنا اللي نحميه. الاخوان. قالك احنا اللي هنحمى اصل التحدية. فكانوا بيعزبوا الناس. ومش منين. اه. ده فيه عربيات اه. مسكوة. يقولك ده من بنسويف. ده اه. من الفيوم. اللي هم جايين من كل المحافظات يعني. جايين بشوم وعصيان. انا كنت بصور الاحداث اذي قلت قبل من ما اروحات عشها. اصور الاحداث اذي. اللي هما مش عايزين. فاتعشت بطريقة تانية انت عماوي. اه اه Fish نفقونا بالضرب هوية البيئة يعني الحاجة يعني الوحيدة اللي هما ما ثبتناش في الكشوف بتاعت يعني الكشوف الحقوق حقوقنا وحقوق للناس اللي اتبهدلت والضربت والناس اللي ماتت دهية فين حقوق ده سؤال حنسأله طبعا